الحقيقة النهاردة تلقينا خبر الحقيقة أحزننا كثيرا وهو وفاة اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابقة والحقيقة شرفت أننا لعبت منتخبات مصر وهو كان رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وكان عضو اللجنة الأولمبية الدولية ويضعب عن الأهل ينعي اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية نعو ببالغ الحزن والأسى اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأمبية المصرية الأسبق والذي توفى النهاردة الصبح داعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله في سيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان اللواء منير ثابت كان اترقص اللجنة الأمبية المصرية في دورتين وكانوا عوام 1990 و1993 وكمان كان عوضوا في لجنة الأمبية الدولية في الفترة من 96 إلى 2009 خالص العزاء لأسرة الراحل وللأهل الصبر والسلوان رحم الله اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأمبية الأسبق